أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على تكاثف الجهود لسرعة حل أزمة السكر الحالية وخلال ترأسه اجتماع الحكومة أشار مدبولي إلى الجهود المدولة للتعامل مع أزمة السكر الحالية والتحركات التي اتخذتها مختلف أجهزة الدولة لحل هذه الأزمة ولفت رئيس الوزراء إلى التوجيه الصادر للجنة المشكلة لبحث أليات ضبط الأسواق والأسعار برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأهمية بحث المزيد من الآليات التي من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي زيادات في أسعار السلع الاسراتيجية وضرورة العمل على توافر مختلف السلع بالأسواق وعلى صعيد منفصل وجه مدبولي الشكر والتقدير باسم مجلس الوزراء للشعب مصر العظيم بعد أن ضرب أروع الأمثلة في الوعي وإدراك ما يحيط بالمنطقة كلها من تحديات فاصطف في لجان الانتخابات الرئاسية تعبيرا عن رأيه وتأكيد حضوره في هذا المشهد السياسي الأهم كما تقدم بالشكر لشباب مصر الذين تصدروا المشهد الانتخابي وعبروا أيضا عن وعيهم الشديد ووطنيتهم وتمسكهم بحقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة